موسيقى السلام عليكم كنت منا كاملين تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة امال الادئة هادلا فيديو اللي غاد نهضرو فيه على لزانتي انفلماتواغ او ما يسمى بمضادات الالتهاب وقبل ما نهضرو على مضادات الالتهاب خاصنا نتعرفوا على كلمات انفلماتون او التهاب شنو كنقصدو بياه انفلماتون ستون ريكسون ديو كور فاسا يناقرسون اكسترن وانترن دي تيسود معنى ان الالتهاب هو رد فعل طبيعي بدفاعي كده الجسم ديانا ماللي كيدخوليش جسم غريب نين نجوش الانواع ديالالتهابات كان الالتهاب اللي هو اكسترن اي خارجي مثلا انفكسون لا تعفون شا اصابة ولا ترماتيزم ولا شا بغلور وهاد الالتهاب الخارجي هو اللي كيكونوا فيه اعراض مرئية بالنسبة النوع الثاني ديالالتهاب هو الالتهاب الداخلي اي انترن مثلا سرطانات او لا امراض مناعتية وهما اللي كيكونوا فيهم اعراض اللي هي غير مرئية وبالنسبة لهاد الاعراض فهي دولغ او الاالم في المكان ديالالتهاب غوجر بمعنى حمرار شالر يعني حرارة اللي هي موضعية في المكان ديالالاصابة تميفاكسون اي انتفاخ بنسبة المدادات الالتهاب فيهم جوج ديالالانواع عزء انتيه انفلاماتواع استيرويدين او للicorticoide الكاربزوليون بعي اس kuin عنديzur انتيه انفلاماتواع؟ بالنسبة trenchesه انته انفلاماتواع نونه اننستيرويدين فهو ما كيكون دول ديالالوم هو التخفيف curso الالام والالتهابات دكسي علاش كي تسمو دي ميدى كامان سامبتماتي ايت يعني كيخفو من الاعراض شديد cuales كل انتيه انفلاماتواع او مدادات الالتحاب انتالجيك او مدادات الالم انتپيريتيك يعني مخفيفات الحرارة وكين بزيف ديال انواع ديال لزانتي انفلماتوار نوستاويدين من بينهم الببروفين نابروكسين ديكلافينك أسيدو فينك سيليكوكسيب اي أسيد أسيتيل ساليسيليك او ما يوسمى بلاسپيرين بالنسبة لنواع تاني ديال لزانتي انفلماتوار هما لكورتكويد او لا لجليكوكورتكويد هما أدوية اللي كيتم تصنيع ديالها باش تدير نفس الدور تقريبا ديال هورمون الكورتزون هاد الهورمون اللي كيتم تصنيع دياله فلاقلون سورينال هاد الغودة الموجودة فوق كل كيلية الكورتكويد عندهم الساف ديال أدوار انتي انفلماتوار اي مدادات الالتهاب يعني تخفيف ديال الألم والحرارة انتيالرجيك اي مدادات الحساسية المينوسيبريسور يعني تقليل الاستجابة المناعية بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة المتعلقة بمناعة الداتية بحال الربو والالتهاب المفاصيل والليكزيمة والصدفية كاملتين الكورتكويد هما لدروكورتزون الكورتزون بخيدنيزون بيتاميتازون ديكساميتازون الى آخره وكننصيحة ما خاشس الناس ياخذو الليكورتكويد بطريقة اللي هي عشوائية ودروري خاص تكون استشارة ديال الطابيب وخصوصا الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة مثلا داء السكري او الارتفاع ضغط الدم او امراض القلب او مشاكل الكابيد او مشاكل المعيدة وليكورتكويد ما نحبسوهم مرة واحدة خاصنا نبدو تنحبسوهم بالتدريج خصوصا الى اخذناهم مدة طويلة حيج عندهم بزاف ديال الاعراض الجانبية كارتفاع نسبة السكر في الدم ارتفاع ضغط الدم ازدياد الوزن هشاشة العظام وقرحة المعيدة